أنا في الستوديو للحديث عن أمور قطاع التربية كذلك عن الاحتجاجات المرتقبة لنقابة الوطنية لأسلاك المشتركة والعمال المهنيين معنا رئيس هذه النقابة علي بحاري صباحك سعيد سيدي صباح النور بداية تعليق ولو بسيط على إصلاحات بن زاغل كل ينتقد هذه الإصلاحات والله بديء دي بيت إن أنا على كل حل بحكم أننا شريحة يعني بقطاع التربية لا يستهنوا بها يعني وهذه الشريحة مكملة في العملية التربوية نرى بالإصلاح في منظومة التربوية لابد عليها أن يكون إصلاح جدري ليس الإصلاحات السطحية هذه الإصلاحات الماراتونية هذه لقطاع التربية ما زال يتروح مكانه وهذه الإصلاحات هذه نحن نعرفها بدأت تقريبا من سنة 2004 إلى غاية هذه السنة القطاع مهل هل يعني تماما لأنه الناس يعني لعندهم خبرة في قطاع التربية يعني مهمة شين الرداءة تغات على قطاع التربية والناس الكفاءات يعني هم شو هم السبب يعني والخاص والعم أنتم كان قبة وطنية لأسلاك المشتركة لقطاع التربية دعيتوا كل العمال لتحضير أنفسهم لحركة احتجاجية خلال أيام المقبلة إن شاء الله الكل حاب يعرف لماذا هذه الحركة الاحتجاجية وما هي أبرز مطالبكم والله شوف الأخ الكريم احنا نقابة معتمدة نقابة عندها قن أساسي وعندها مجلس وطني يعني هم يعني السياد في اتخاذ القرارات احنا مجلس وطني اتخذ القرار على أساس أنه يدخل في إضراب يعني لمدة ثلاثة أيام يوم 27 و28 و29 أفريل والبرح كنا في اجتماع مع وزارة التربية الوطنية وهما ترجونا على كل حال باش نقف الإضراب وكثمنا وبحكم أن الإضراب حق دستوري والإضراب هذا جاء بناء على حيف بناء على إقصاء بناء على تهميش بناء على هضم للحقوق نشوف وحنا في قطاع التربية مثلا فئة الأسلاك المشتركة أو العم المهنيين يعني مهم شيء يعني بطريقة يعني جهنمية قانون أساسي انتع قطاع التربية يعني اللي خاص بالأسات إذا يفتح يفتح ربع مرات يعني ربع مرات من أجل يعني إصلاح الإختلالات وقانون أساسي انتع الأسلاك المشتركة يضربوا به عرض الحائط احنا لهذه الأسباب لهذه الأسباب رح نعقده يعني مجلس استثنائي يوم السبت إن شاء الله ومن خلال مجلس هذا رح يكون قرار آخر يعني فيما يخص هذا الإضراب هذا طيب أبرز المطالب والله المطالب يعني لا تعد ولا تحصى مطالب احنا عندنا تنين مطالب أساسية المطالب الأول هو القانون الأساسي والنظام التعويذي اللي من خلاله فيه يعني فجوات كبيرة والمطالب الثاني هو يعني ترسيخ يعني الفعلي للقاء الذي وقع بيننا يعني بين وزارة التربية والنقابة الوطنية اللي من خلاله اخرجنا بمحضر رسمي يعني التطبيق الفعلي لهذه هي المطالب طيب الوزيرة هي تصرح وتقول أنه هذا الأمر ليس من صلاحيتها حتى أن القانون الخاص بهذا الفئة الأسلاك المشتركة والعمال مهنين القطاع التربية تقول الوزيرة أنه ليس من صلاحيته والله يشوف الأخ الكريم هذه وزيرة التربية تقول ما يحلو لها احنا قطاع التربية هذا فيه ستمائة وخمسين ألف موظف يعني العدد المصرح به المدرسة تبدأ من يعني التربية تبدأ من باب المؤسسة إلى أعلى مسؤول وزيرة التربية مسؤولة على كل ما هو بدخل قطاع التربية يعني خاصة من العمال من الأساتذة من الأسلاك المشتركة من المؤطرين هذا كامل يعني مسؤولة لهم كيفاش وزيرة اللي هي يعني المسؤولة الأولى على قطاع يعني تتجرع وتقول بل الأسلاك المشتركة ما هيش من اختصاص وزارة التربية الوطنية حتى الأساتذة 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 في حدتهم ينتمون إلى الوظيفة العمومية كيقولون أنتم ما الوظيفة العمومية والأساتذة لماذا تنكو ما يفتحهم القنو الأساسي والأسلاك المشتركة يبقوا دائما وأبدا في محطة الانتظار طيب الوزيرة بن غبري دعتكم للحوار دعتنا للحوار يعني عدة مرات ولكن حوار يعني عقيم حوار يعني ما مكايش مجمعتكم يعني لقاءات مع الوزيرة تحدثتوا معها شخصيا تحدثنا معها تحدثنا مع بابا أحمد الوزير السابق وتحدثنا معها وعطيناها معطايات وعطيناها يعني كل خبايا قطاع التربية بعد إعلانكم على هذا الإضراب من المرتقب يوم السبع والعشرين نعم سبع والعشرين ثماني عشرين تسع والعشرين تلقق أيام هذا إضراب إنداري نعم كان فيه رد من قطاع التربية تلقيته يعني مراسلة تلقيته دعوة للحوار تلقينا البرح كنا في حوار مع وزارة التربية وشكتنا ردهم ولكن ولكن ننوضح يعني للخاص والعام الأسلاك المشتركة أصبحت بين المطرقة والسندان مطرقة وزارة التربية الوطنية وسندان لرئاسة الحكومة ذلك يقول لنا إذا وزارة التربية ما عنداش الجرأة باش يعني تحل المشاكل الانتحادية الفئة من خلال هذا البلاطو هذا أنا أطالب رئيس الجمهورية السيد عبد العزيزي بوتفليقة يعني إنشاء وزارة يعني خلق وزارة أخرى يسميها مدى بنا وزارة الأسلاك المشتركة ولو ما المهنيين إحنا يعني سائمنا يعني من هذا من هذه المراوغات هذه يعني إصبحنا يعني ككرة القدم يعني تتقذفنا الأرجل ذات الشمالي وذات اليمين فيما يخص تنصيب اللجنة المشتركة لمراجعة القانون الأساسي لعمال قطاع التربية ولقطاع التربية دعوكم للمشاركة في هذه اللجنة والله يشوف دعونا وانسحبنا والأسباب الأسباب نقول لك أنا الأسباب كي تقول مثلا أنت القانون الأساسي لعمال قطاع التربية هنا ما أنتها تجمل الناس كل كل العمال كل العمال نهار اللي تروح لطاولة الحوار يتناقش وغير على القضايا نتعى الأساسي وقطاع التربية فيه ثلاثة قوانين أساسية كان قانون أساسي نتعى فئة التربويين وكان قانون أساسي نتعى أسلاك المشتركة اللي هو 0408 وكان قانون أساسي نتعى العمال مهنيين اللي هو 0508 عفوا وش نقوله هناك يقول لك يعني عمال قطاع التربية الخاص والعام يقول لك يعني كل عمال قطاع التربية رح ينحل لهم مشاكل فإذا به هناك المناوغة يقول لك عمال قطاع التربية استنبل لي غير الأساسي طيب عرفنا أنه عندكم انداء أو إذراب يعني انداري متكون من تلت أيام الخطوات اللي ممكن أنه تقوموا بيها في القادم يعني لو استمر الوضع على حاله والله يشوف أنا نوجه نداء إلى السيدة رئيس الحكومة ونقول له أنا واسمني بحاري سيد علي رئيس النقبة الوطنية للأسلاك المشتركة أيوه عقل سنة 2015 ما زال خدامي يدي 13 ألف دينار رغم أنه يعني الفاصولية اللوبيا هذهك تتبعها 500 دينار للكيلو السردين يتبع 12 يتبع 70 ألف الكيلو الجلبانة 12 ألف الكيلو يعني يقولون برك هذا هذا الموظف هذا اللي عنده يعني زوج دراري يخلص 14 ألف دينار يقولون كيفاش يقسمه هذا الأجر هذا كيفاش يقسمه على العمال البوسطة هذا العمال هذا ليهضموا لهم جميع الحقوق رغم أنه رغم أنه هذه الفئات هذه تقدم الكثير 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 في قطاع التربية سي علي بحاري رئيسنا قبل وطني لأسلاك المشتركة والعمال مهنين لقطاع التربية شكرا جزيلا لك لحضرك معنا خلال هذه الصباحة كلمة أخيرة برك الله برك الله برك شوف كلمة أخيرة أنا أقول لأولئك الذين يعني يبيعون ويشترون بعرق العمال خاصة بعض التنظيمات النقبية التي يعني تتلقى يعني إملاءات يعني خارج على ناس قطاع التربية يعني باش يدخلوا في الإضراب وباش يحبسوا الإضراب والناس دون عرفهم إحنا يعني كالناس إطارات كانوا في وزارة التربية وذرك سبحوا في وزارة أخرى يروحوا لهم هما ليمليوا عليهم الإملاءات يعني باش يدخلوا في الإضرابات وكذا وكذا احنا يعني كتنظيم نقابي احنا السياد احنا السياد في اتخاذ القرارات وما كان حتى واحد يدري علينا إملاءات نمشي وفق النصوص المعمول بها في العمل النقابي ووش يخولنا احنا الدستور نطبقه ونقول يعني نقطة يعني نداء باختصار فقط باختصار يعني ندات نطالب بجميع الأسلاك المشتركة المتمثلين في فئة الإداريين المخبريين الوثائيين العمال المهانيين بأصنافها الثلاثة وعول وقاء الأمن أن يتجندوا لهذا الإضراب من أجل من أجل ماذا؟ من أجل الكرامة فقط طيب شكرا لك أستاذ علي بحاري شكرا جزيلا لك لحضرك معنا خلال هذه هي اشتركوا في القناة